السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته نبدأ في هذا اللقاء باشراقات حول سورة قرآنية مباركة انها سورة الشمس نقرأها ونتأمل ما فيها من دلائل وبرغين وما فيها من اسرار وتوجيهات ونرى فيها ما فيها من بركات وكرامات الهية الحق عز وجل يقول في كتابه العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاغا والقمر اذا تلاغا والنهار اذا جلاغا والليل اذا يغشاها والسماء وما بناغا والارض وما طحاها ونفس وما سواغا فالغمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاغا وقد خام من دساغا كذب الثمود بتغواغا اذن بعد اشقاغا فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقاروها فدمدم عليهم ربهم بدمهم فسواغا فلا يخاف عقباها هذه هي السورة المباركة سورة الشمس التي تتكلم عن اسرار النفس المشارية سميت بسورة الشمس لان الله تعالى اقسم فيها في المطلع اقسم بالشمس وقال والشمس وضحاها وان كان محور الايات هو قسم كل ما دكر هو قسم اقسم به المولى عز وجل في مظاهر الكون ليصل الى المقسم عليه وهو النفس المشارية فربنا عز وجل في العمق يداقش في هذه السورة ثلاث محاور كبرى اولا يلفت الانظار الى مظاهر الكون العظيمة الجليلة ثم يتحدث عن النفس المشارية لي اعظم من خلق الكون رغم ان ربنا سوف يتحدث عن الشمس والقمر والليل والنهار والنجوم والكواكب كلها دلائل عظيمة على وجود الخالق بين ان اعظم من ذلك وهو النفس المشارية فربنا يتحدث عن حقيقة هذه النفس التي بين جوانحنا ثم يعود فيتحدث عن نموذج لمجتمع بشري وهو قوم ثمود وماذا فعلوا بالناقة وماذا كان مصيرهم هذا محور سورة الشمس في القرآن الكريم الشمس كوكب عظيم وجليل وحده كاف للدلالة على عظمة الخالق وحده كاف للدلالة على قوة الخالق وبديع صدعه ذكر اسم الشمس في القرآن الكريم تلاتا وتلاتين مرة وحقيقة الشمس انها كرة عملاقة مكونة من الغاز الساخن وهي فيها تفاعلات نووية الشمس محرقة وهي مع ذلك لطيفة تدور حول نفسها دوران مختلف كما قال الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها هذه الشمس منذ ان خلقها الله تعالى ويتدور لان عبادتها هي ان تشرق وتغرب ربنا عز وجل فرض عليها اوامر ونواهي امرها بان تشرق في مقات معين وان تغرب في مقات معين هل يمكن للشمس ان تخالف هذا المقات لا ابدا لانها في عبادة للرحمن سبحانه وتعالى منذ ان خلقت وهي تدور وتجري حول مركز ما يسمى بمجرة درب التوبانة لهو واحد الكو ووحد مجرة عظيمة جدا فيها الالاف المؤلفة من الكواكب الضخمة اكبر من الشمس بالاف المرات العلماء قالوا بان عمر هذه الشمس تقريبا الان وصل الى نصفها منذ ان خلقت حسب الوقود الذي يحترق تقريبا وقود الهيدروجين القوم بان تقريبا ان الشمس استغرقت نصف طاقتها والنصف الاخر ما زال هذا ما يفعل بان يوم القيامة لازال بعيد على اعتبار بان الشمس الطاقة اللي فيها ما زال قوية احتقد رابع العلماء بحوالي خمسة الاف مليون سنة والامر عند الله ان شاء جعلوا في رحلة واحدة لكن الحسابات تقول بان الشمس لحد الساعة استغرقت نصف طاقتها منذ الخلق ولا زال النصف الاخر ستستفيد منه البشرية الى مقدار خمسة الاف مليون سنة والعلم عند الله من قبل ومن بعد لكنها تجري وتجري وتسبح الى اين الى النهاية والشمس تجري لمستقر لها يعني يوما ما سوف ينقضي هذه الطاقة الهديولوجينية ولا يبقى فيها اشعاع ولا قدر على الضوران ومن ثم يسمح سيراج لم يعد صالحا للاستعمال وهذا ما يتحدث عن القرآن الكريم بيوم القيامة وانفجار الكواكب ونهاية الحياة على ظهر هذا الكون هذه الشمس ربنا عز وجل جعلها دالة على لطف خلقه ومديع صدعه شمس محرقة ولكنها ترسل الينا اشعة ذهبية دافئة هي المصدر الاساس للطاقة نحن نستفيد منها والآن هناك من يتحدث عن الطاقة البديلة عوض الكهرباء والطاقة الكهربائية والبترول والغاز الطبيعي هناك الطاقة الشمسية وهي فيها فائض لن نخشى أبدا انقراض الطاقة هناك أقوال تقول بأن العالم مقبل على الإفلاس بانقضاء الطاقات لكن هناك الطاقات متجددة كثيرة جدا أمنا الأرض وأودع فيها الله تعالى من نعيمه وفضله الشيء الكثير لا نخاف ولا نحزن الخير كثير وفائض بأمر الله جل علا هذه الشمس ربنا سبحانه وتعالى قال فيها وجعلنا سراجا وهاجا هي سراج وفيها نور يضئ علينا جميعا في كل صباح تشرق الشمس بولة واحدة مصباح واحد يضيء نصف الكرة الأرضية وإذا غابت الشمس ما الذي يقع انظروا كم من المصباح نوقده الآلاف الملايين من المصامح لكي نستضيء بها وحينما تشرق الشمس مصباح واحد يضيء على أكثر من نصف الكرة الأرضية الحق عز وجل ذكرها كثيرا وقال هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ربنا يتحدث مع العلماء يفصل هذه الآيات للخبراء جعل كل هذه الكواكب منازل لتعلموا عدد السنين والحساب سبحانه وتعالى الذي خلق فأبدع ولطف بخلقه المؤمن اتجاه تأمله في مظاهر الكون ينبغي دائما يقول سبحانك يا الله أو تبارك شأنك يا الله هكذا المؤمن دائما يقف بالبهار ويمجد ويتني على الحق عز وجل تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الله سبحانك يا جليل هذا كل عطاء من الحق عز وجل لكن على الرغم من عظمة هذه الشمس فهي في الختام ما هي إلا كوكب صغير من الكواكب التي خلقها الله تعالى بالألاف بل بالملايين بل بالملاهير وي مجرد صغيرة جدا فهدى ندرك معنى الله أكبر أكبر من كل شيء سورة الشمس بدأت بالحديث والإشارة عن آيات الله البديعة في هذا الكون فأقسم بالشمس ثم بالقمر ثم بالظهار ثم بالليل ثم بالسماء ثم بالأرض الحق عز وجل تحدث عن ستة من مظاهر الكون فقال والشمس وضحاها هنا ربنا يقسم يعني لحظة طلوع الشمس في الأفق اللحظة للإشراق كل صباح تأمل استيقظ مبكرا وانظر إلى هذا الخلق العظيم الذي خلقه الله تعالى والشمس وضحاها اشراقها في حركتها الظاهرة كيف تصعب هذه الشمس وتبقى غادي يحتل الظهر ثم إلى منتصف الظهار ثم غروب الشمس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها حينما تروح الشمس من هدى يأتي القمر من هدى صنوها الصغير القمر معنى إذا تلغى أي إذا تبعها في إدارة كوكب الأرض سبحان الله بعد غروب الشمس نجد القمر منير وكأنه سراج بسيط وحتى لأن الناس محتاج إلى النوم إلى الراحة فالشمس قوية تعطينا الحركية والحياة والقمر يعطينا الهدوء والسكينة لكي نخلد إلى النوم انظر إلى تسخير الرحمن سبحانه وتعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلغى والنهار إذا جلاها أي أن الظهار يتجلى يقولون هناك ظلام في الكون فحينما يبدأ الظهار نتجلى فيه كل شيء تجليات الكل واضح انظروا إلى زرقة البحر انظروا إلى خضرة الأشجار انظروا إلى دهبية الرمال انظروا إلى هذا الجمال كله والنهار إذا جلاها إلى أن يقول والليل إذا يغشاها فحينما يذهب الظهار يأتي الليل يغشاها تصوير فني كيف أن الليل يأتي وكأننا نتغطى الغشاء نتغطى لكي نستريح بالتعب الظهار وحركية الظهار ننتقل إلى ظلمة الليل بلطف رباني والشمس وضحاها والقمر إذا تلاغا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها ربنا يلفتنا إلى السماء انظروا أيها الخلق إلى عظمة هذا السماء ربنا بناها سقفا محفوظا إنها تحميد من تسرب الغازات المضرة رفعها بغير قواعد بغير أعمدة ترونها مكين قواعد مكين مدرات مكين أساس على ويسقف محفوظ بغير عمد ترونها سبحانك يا جليل والسماء وما بناها نظام محكم خلقه الحق سبحانه وتعالى والسماء مليئة بالأجرام فيها المجرات والسدم والنجوم والكواكب والأتربة والغازات كلها خلقت من أجل حماية الحياة فوق الكوكب الأرضي إلى أن قال والسماء وما بناها والأرض ومطح الأرض الأصل أن الأرض تبدو معنى دحاها دحية الدحية هي هي بيضة النعم النعم عنده بيضة بمعنى أن الأرض هي بيضوية شكل الأرض ليست كراوية الشكل هي في الأصل بيضوية شكل هذا الكلام دكر منذ زمان دكر في عهد النبوة ولم يتم اكتشاف أن الأرض بيضوية وكراوية إلا في القرن السابع عشر مع الباحثين في مجال الفلك في العلم الإيطالي في كاكو بيرنيك وغاليلي وغيرهم من الفطاح الذين أتوا بثورة علمية في مجال الفلك القرآن الكريم كان قد سبق الناس يعتقدون بأن الأرض ممتدة منمسطة لكنها غير منمسطة لأن في أي نقطة هناك أنمسط معنى أنها كراوية وهكذا الناس أعطاهم الحق عز وجل الأدلة والمراهين على صدق النبوة فلما تحدث الله تعالى أقسم هو يقسم كل هذا قسم الله تعالى لا يحتاج أن يقسم ولكن يريد أن يقيم الأدلة والمراهين على الحلق بماذا أقسم بكل غده المظاهر والشمس وضحاها والقمر إذا تلاغا والنهار إذا جلاغا والليل إذا يغشاغا والسماء وما بداغا والأرض ومطحاها ماذا يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها هنا ربنا عز وجل ستة مظاهر كونية يقسم بها ورقم سبعة هو النفس البشرية هي الأعظم وكأنه يقول لنا رغم عظمة هذه المخلوقات فإن من أعظم خلقه هي النفس التي بداخلك أيها الإنسان النفس البشرية لغز من الألغاز الخفية فيها أسرار غريبة الإنسان ما بلغ من التطور العلمي ما بلغ من الاختراعات التكنولوجية تبقى دائما نفسه بداخله غريبة إنها في غاية النطف هذه النفس سريعة التغير والتأثر فيها إنفعالات غريبة حب كره خوف رجاء أمل يأس تفاؤل تشاؤم إنفعالات مختلفة سبحان الذي خلق فسوى هناك الهم هناك الإرادة هناك العزيمة هناك القلق هناك الاكتئاب هناك الفرح هناك الصرور هناك الامتهاج سبحانك يا خالق مجموعة كبيرة من المؤترات النفسية فربنا هنا في الآية كلها يقسم أقسم بكل هذه المظاهر ثم يأتي جواب القسم هناك قسم وجواب القسم له الأساس لهو الهدف لهو الجوهر ماذا يريد ربنا عز وجل أن يقول لنا جواب القسم يقول قد أفلح من زكها وقد خاب من دسها كل هذا الكلام وكل هذا العرض الكوني وكل هذه الإشارات الربانية في الفضاء وفي مظاهر الوجود لكي يصل ربنا إلى نقطة أساسية تهم البشر وهي بركز النجاح ومربط الفلاح وهي ونفس وما سوها قد أفلح من زكها وقد خاب من دسها ربنا عز وجل يعطينا المياد للمصير مصير فريقين الناس كلهم في هذا الوجود بالملاهير هم فريقين كيف تعاملت أيها الإنسان مع نفسك التي بداخلك وتتملكها هل ربيتها تربية حسدة هل عهدتها بالخير أم أهملتها إن كنت من الذين زكها فأنت من الفالحين وإن كنت من الذين قام بدسها واحتقارها فأنت من الخاسرين قد أفلح من زكها وقد خام من دسها لأن في الختاب القضية كلها نفس هذا الحياة كلها بما فيها من أعجبات وتعدد في المصارات في الختاب هي نفس بشرية من داخلنا كيف تعاملت أيها الإنسان مع هذه النفس التي أعطاها الله لك هل دربتها على العبادة دربتها على الطاعة هل حملتها على أن تستقيم هل حرمتها من المحرمات والشهوات والملدات الأثمة أم أنك ترقت لها العلان وجعلتها تمشي بك في كل اتجاه حتى ولو وقعت في الحرام والمكروه هنا ربنا عز وجل يعطينا النتيجة قد أفلح الفلاح النجاح قد أفلح من زكاها الذي يزكي نفسه يطغرها يعاتمها تخطئ لكن يلومها يا نفس التقي ربك يا نفس ارجعي إلى مولاك يا نفس كفاكي من الضمار والخرام والذنوب ويرجع إلى خالقه وقد خام من نساها يتركها يقولك حرية فرضية نحن الآن في عالم الديمقراطيات والتعدديات نفعل ما نشاء نقضي الليلة في الليلة الحمراء ونشرب ما نشاء ونتغزل بمن شاء ونفعل ما نشاء كما يحلو لك هذا خراب والعياد بالله أنت مسؤول عن نفسك وأنت خلقت أصلا لأنك في اختبار في هذا الوجود لكي تربي نفسك قد أفلح من زكاغ وقد خام من نساها سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما قرأ شرعة الشمس ووصل إلى هذه الآيات ونفس وما سواغ فألهمها فجورها وتقواغ قد أفلح من زكاغ وقد خام من نساها ماذا يقول يقول اللهم ايتي نفسي تقوها زكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها هكذا كان يقول النبي الكريم كلما مر على هذه الآيات يرفع يديه إلى السماء ويقول اللهم ايتي نفسي تقوها زكها أنت خير من زكاغ أنت وليها ومولاها وبعد ذلك ربنا عز وجل ينتقل من النفس البشرية ويعطينا نموذج لقوم لم ينجحوا ولم يفلحوا في تربية هذه النفس من هم القوم؟ هم قوم صالح عليه السلام لما قال الحق عز وجل في كتابه العزيزة كدمت تمود بتغواها تمودهم قوم صالح كذبت تمود بتغواها إذ انبعت أشقوها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياغا فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بدمهم فسواغا فلا يخاف عقباها هذا أسلوفه تحذير وتخويف ربنا عز وجل يعطينا دمودج لقوم مروا بهذا الامتحاب مروا بهذا الاختبار فلم ينجحوا قوم تمود كانوا فيهم الطغيان معجبين بالكبرياء عندهم المال والجاخ والسلطة والتراء وعندهم الطغيان كذبت تمود بتغواها مدما عندهم كل خير فعندهم مين للتكذيب والرفض والتمرد ربنا عز وجل أعطاهم ابتلا لما جاء سيدنا تمود سيدنا صالح إلى قومه تمود يأمرهم وينهاهم قالوا له لن نؤمن لك حتى تعطينا معجزة قالوا بإذن الله فرأوا صخرة ضخمة وقالوا هذه الصخرة هل يمكن أن تصير ناقة وبدأوا يصهرون قال لهم إن أردتم أن تؤمنوا أدعوا ربي يجعل هذه الصخرة ناقة فأخذوا يصهرون وقالوا أدعوا ربك فجت على ركبتيه وأخذ يدعوا المولى عز وجل وقال يا ربي أن يدني بمعجزاتك فأعطاه الله تعالى هذه الضاقة هذه الضاقة ربنا عز وجل جعل لها ابتلا جعل ابتلا لقومه فقال لهم لكم شربوا يوم معلوم ولها شربوا يوم معلوم كان عندهم وحد البئر يشربوا من نكس قوم العين عين كبيرة في البلدة فقال لهم الله تعالى ما دمت قد أعطيتكم الدلل والمرهان طلبتم فسوف أبتليكم هذه الضاقة لها شربوا يوم معلوم ظهار خاص بها هاتشرب والظهار تاني أنتم أسقيوا كلكم فما الذي وقع اليوم التي فيه الناقة تكون ماء جميل وعدم فتشرب وتشرب بغزارة حتى يكاد الماء يجف واليوم الذي هو من نصيبهم الماء قليل وتقريبا غير نافع فبدأوا يتشككون اليوم وغدوا بعد غدين ربنا عز وجل أراد أن يبتليهم فاتفقوا إن بعت أشقاها قالوا لماذا لا نقوم بقتل هذه الناقة ننحرها اجتمعوا تسعة رهط يفسدون في الأرض ويستحون وانمعت أشقاها أشقاهم قال هيا بنا بالليل والناس نيام نقوم بقتل هذه الناقة وهي ناقة صالح وهي معجزة ربانية فسيدنا صالح يقول احذروا إنها دليل على وجود الله وبرغاد على صدق كلامه لكن فكذبوه فعقروها قالوا هذا كل كلام أساطير وخرافات فعقروها فوعدهم بأن الله سوف يغضب عليهم إن لم يتوبوا قريبا قالهم لكم ثلاث أيام تبقتون في دياركم ثلاث أيام إن لم تتوبوا وتستغفروا سيأتيكم العدام ربنا دائما يفتح لهم أمام الرحمة فلم يتوبوا ولم يستغفروا بل عتوا وتكبروا وطغوا وتجبروا في اليوم الأول بدأت العلامات اليوم التالي لعلهم يتوبوا أعلامات في السماء الكون الشمس القمر الليل غير الليل والنهار غير النهار والشمس غير الشمس اليوم التالي اليوم التالت أيضا ينتظرون لعلهم يتوبوا والشمس تتحرك والقبر والقبر يمزه ومع ذلك لم يتوبوا فلما جاء مطلع اليوم الرابع قال ربنا عز وجل تكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بدمهم فسواها ولا يخاف عقباها جعل عاليها سافلها وأمطر عليهم مطرا فساء مطر المديرين اسأل الله السلام والعافية فربنا عز وجل أراد من شورة الشمس ليأشراقات أن تشرق أرواحنا وتشرق أفكارنا وتشرق قلوبنا نتأمل في مظاهر الكون ونتأقن بأن كل ما في الكون هو من خلق الله تعالى وننتبه إلى أن أعظم ما خلق الله تعالى هو النفس المشارية التي بداخلنا نتعاخدها ونأخذ العبرة من هؤلاء الأقوام الذين لم يجحوا في هذا الاختبار أسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد أن يرزقنا وإياكم الإيمان والتقوى والبرم المطلوب أيها الأحبة الكرام كل واحد منا حينما يقرأ هذه الصورة يتأملها بيقين ويتفكر على قدر ما قرأتها بتأمل وقرأتها بتدبر وقرأتها بيقين يكون الأجر والتواب مضاعفا وبالتالي تستفيد من كلام الله يسمح طاقة نورانية طاقة كلام الله أعظم بكثير من طاقة الشمس وضحاها أعظم بكثير من طاقة القمر إذا جلاها أعظم بكثير من طاقة النهار وطاقة كل مظاهر الكون التي من حولنا نسأل الله تعالى أن يدفعنا وإياكم بالقرآن الكريم نسأل الله تعالى أن يمتعنا وإياكم بفهمه وتدبره والعمل بأحكامه اللهم اجعل القرآن الكريم لدى شاهدا في الدنيا وفي الآخرة اجعله لدى شفيع وفي الجنة اجعله لدى مؤنسة وفي الفردوس الأعلى اجعله لدى دورا وضياء آمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجبعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تقبل الله منا ومنكم أجمعين أيها الأحبة الكرام الصلوات ووفقنا المولى عز وجل لأداء هذه الفريضة الدينية في وقتها في مساجد الله مع الجماعة ورزقنا فيها الإخلاص والخشوع إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر